نحن ننظر هنا كثير من هذه الكاريالات قرية راكي ما راكم نشوفه فيها راما فيها والو الشعب انتاحا ما عنده حتى مصدر عيش إلا فلاح عنده مصدر فلاح انتاع وعنده الماشية القرية هذه كانت حوالي خمسالاف راس أو أكثر بالنسبة من جو كاريالات هذو انقارض المال صبح الشعب ضعيف ما عنده لا عيشة لا والو كان من يرعى من مواشنطا واليوم مكان والو قرية فلاحية اليوم مصبح والو انقارض راكم نشوفه فيه الكاريال هم و كل يوم يزيدون واحد كان مانباء كم راكي شوفه هنا مكاش هذكا كانين سبع الكاريالات هنين رانا مضرورين من حوالي الربعة سعين كانين اللي حاطوا الستة وتسعين نحن نطبو من السلوطات المعنيين بالأمر يشوفوا لنا بالعين الاحتبار نطبو من الوالي وولاية برج باراريج يشوف لنا رانا مضرورين ديارنا مشقوقين يطيحوا لك القبار ناكلوا في القبار نرقده في القبار ومعيشتنا قبار احنا ما عندنا حتى تاول ناهضروا معهم ويجيبونا درك يجيبونا رجال درك يعشي يجريوا في عقابنا هذي وشي اهذي حقرة احنا الاستقلاص قلنا في الثنين وستين اذكرانا وولينا جي استقلال اهنا في الالفين وستاش النووي كنا نسمع ابويه في رقان ادرك النوويه هولنا عندنا هنفي قريه معازا وولاية برج باراريج احنا نطلب من الواليد ان نقلينا ما رانيش نطلبه فيه احنا يدير نطلبه في القوة ولا نوسيو حقارة ولا ما رانيش حقر احنا نطالبين حقنا برك ما عندنانا في القرية هذه لا ما لا لا غاز لا عندنا ولو لا طرق ما عندنا ولو راما هكينا بالقبار ضرنا كاريالات ذكر الله دار الميناء كسرنا تلفزيونات حرقنا الفريق ودار ماس في الخاتة عتريستي حرقنا دنيتنا كل احنا يا شباب اهل معازا نقول والدينا بكري هما يجابونا الاستقلال منذ القرنة احنا يحسوا الاستقلال والدينا اخلاس احنا الشباب انا ضايعين لكاريال هكتشوفهم عنا سبع لكاريال الغبار الجيهة البارح داروا الميناء دار خمسة وعشرين قونطار تريستي تقطاع بيت لنا للظلمة والديارتوا عنا مشقوقين الغبار الجيهة المرض الجيهة كنا البارح هنان الابو في البالو هوسطات احنا الظروف تاعنا المعيشية هاي منا وتباهنا تروا كيفا مخدومي كنا نلعبو كانوا يطار شوفينا بالحجر هربنا لهم معنى شو نروحو هنا رايقبالينا السيمة بيش قبار رايق سيمة كانت خمسة الافراس ترك رايما كانوا والو الاشجر البارح تحطي قدام الدار تحطي فوق الدار هنا رايما خلونا والو لنطلبوا منه منكم تناحيوهم اخلاص علينا رايما مرضونا البارح تحطي قدام للشيشرة يلعبوا هنا في البالو طارت لهم الحجر احنا دركوا تشوفها قدامك الواحدة في قنطار مشكل متاعنا لكاريال هاكم تشوفوا فيهم عدنا سبعة لكاريال ما وش عاد تقول الانسان بايجي ابني دار يعني بايجي ابني دار يخسر فيها دم وفادو يجي واحد كما هذا يطيح عليك يعني كين دالي تروحوا تشوفوا ديار دركير عم مشقة ديلك خمسة وعشرين قنطار قادرية قادر يفرقها كما نقول احنا قادر عندو الوسائل باش يخفف بالصح هنا شكينا شكينا وديرو لهم يعني اطاعت لهم وزارة المانجي اطاعت لهم بحلول قادرين يخفوا بالصح هنا ما حبوش يستجيبوا تروح تقدر ما يجيب لك لجون دارب وش حاسبين رواحهم جيت انا سارح مني جيت كاريال خرخاش جيت هاي تمثمتين قارولو تا خيط كومليح مر هاي تمثمتين هاي تمثمتين قطعته من المورس باش نسرح بالشيئ قطعته تكلاته هاي هاي مانبا الدوا مكانش مانبا باش يجي لهدويه مكانش تهدر على حقك جيت يروح يدكرارو بك للجادرميات جيت هاي تدكر الابريقاد للسهيلون دال والا يومين ومبعد يطلقوك هاذا من يخدم عليها ورا المستقبل تاعو فاهمني هاذا اللي راح تدوش كونلي يعطي له المستقبل تاعو تعطيه له الكاريال عاشر الاف دوا مكانش قالوا بنتنا العدالة ولا احل العدالة ما تعطوش حق والعدالة وصل الميساج للوالي ويلية برج باراريج قولوا تقبل ابنك يكون له هكذا ما سير تاعو ها ولا هادو صحاب اللي كاريال المعليم هادو يقبل ابنه يكون هكذا لكن ابنه يقبل هكذا يسر علو يرحي لا راحو يرجع يخدم كيمة بكري احنا لا رجعت فيها القارار هذا مرد والو الراحية اخويا صحي مجيشي نبوط يالي كاريال يحنا هاذا اللي راح تدو هاذا وش من حياة بقاتلو هاذا وش من حياة بقاتلو اذو كواحد كيمة ذا راح تدو وش من هادر ومزال 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 اللي كنا نخدمو بها مثلا كان اللي دير المال كان اللي دير في الاحا ذوك راح تدو في الاحا لا مال لا مال لا مال لا ومبقى اولو ذلك احنا بقى ناكلو في القبار عدنا اكثر من 13 سنوحين عانيوه ديرنا نشقوه منا ضاع اه اصبرنا اصبرنا مقدش اصبروه رحنا الولي قدهما خطرة مش هذي الاول احتجاجها هذي طرواز ينفه وحنا هذي طرواز ينفه وحنا نحتجوه رحنا حتى الولي وعطينا قرار باللي نعطيكم الولي قرار باللي خلاص صيح نحبسوا لي كاريال هذو هذي اكو والو لا حياتة المنتون هذي لا حياتة المنتون هذي نشكوه الحق لا لي كاريال كيشوغل اصحاب لي كاريال والو احنا نطلبو من المسيد الولي يفعلين المشكل هذا ما نقلو حتى لي كاريال يقعد اهنا هذي انضرينه بزا بخوية ما عدنا حتى مشكل ما عدناش وين نروحوا ما كانش خلاص اكتنا القبار الميناء يقولوا قدوا نقص في الميناء من قبلوش نقص يهز من فضلهم يهزوا قتلونا اولادنا ديارنا شقوا لا الله محمد رسول الله ماذا بيهم يدرون حل يهزونا الكاريالات من ما يقولك عندي دفتر شروط نخدم عليه مولو حنا رأنا ولينا عبيد نهال اثنين كيما كلموا البارود 150 قنطار 150 قنطار 150 قنطار اللي فجره ما هو محترم للمواطن للبيئة لولو هي قضيتها قضيت شكوارة وكي تهضر تقول الحق ها مش يبعثوا لك ويهدوك ويهدوك بها لو كان ما تجيش ولو كان ما تهضر والله تريكلامي الحبس يوكلك من القوة انو الطلقة تعمينا 25 قنطار انتها 25 قنطار بارود كي تطرتك وش معناتها حيط يريب اللي عندو معن في الكوزينة يطيحوا يتكسروا هذا هو المشكل لنا لكاريال ان شاء الله يدنقوا لنا احنا ماذا بنا مش يجدرون حل باش يحبسوا الغبار احنا ماذا بنا نحاوم علينا خلاص احنا بنا عاشوا حياة مستقرة موسيقى خصوص المحاجر يعني هناك فعلا قبل يومين تم اجراء تفجير بالمحجرة استخراج الحجر اثناء استعمال هذه المادة كان تطاير من الحجارة يعني بشكل كثيف لما سبقتش كما مرات قبل وانتج العملية هذه عن طريق اخصائيين ليوضع هذه المادة تفجير تنقلنا يعني حقيقة المواطنين كانوا في تضمر تنقلنا الى عين المكان لاحظنا فعلا بان تطاير الحجارة هذه حقيقة نصل حتى لعند مساكن المواطنين ما يطلب من المواطنين هو التعقل لإيجاد حلول كون ان السيد الولي امر بإخراج لجنة ولائية تنقلت اللجنة الولائية عينة الاضرار والظروف لنتجة عن التفجير هذا في المحجرة في ذلك اليوم اعدت تقرير وسلماته السيد الولي كذلك هناك لجنة اللي راح تخرج الخاصة بالمؤسسات المصنفة اللي كذلك راح تنظر في الوضعيات تعل المحاجر هذو هل هما راح يعملوا طبقا لدفتر الشروط لممنح لهم وإلا لا المحجرة اللي قامت بهذا الاسمو ممكن بعد المعاينة انت على الوثيق تاحا بعد المعاينة انت على السبب التفجير اللي يصرى هكذاك بعد الاسمو يقدر يكون توقيف أو تعليق النشاط إلى غاية إيجاد الحلول أو فتح تحقيق في الأسباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر